أهلا بكم معي في هذا الشرح الثالث من أساسيات إنشاء حساب على جوجل إنشاء حساب احترافي وقابل للاستعمال كعلامة تجارية أو قابل للاستعمال للأجل المراسلة الفورية أو كذلك قابل للاستعمال من أجل إنشاء قناة في هذا الشرح إن شاء الله سنتطرق إلى كيفية تفعيل ميزة التحقق بخطوتين إلى كيفية تفعيل ميزة التصفح الآمن وأيضا سنتطرق إلى كيفية تفعيل الميزات الآمنة المتقدمة حتى نزيد من مستوى التشدد والحفاظ على أمان خصوصيتنا في جوجل من أجل التعرف على المزيد وكل تفاصيل ابقوا معنا أدخل إلى جوجل كروم ثم أكتب كونت جوجل أو كونكسيون فتخ كونت أو تشجيل الدخول إلى حساب جوجل أو أكتب حساب جوجل أو أكتب حسابي أي جملة تكتبها ستظهر معك النتيجة أنا سأكتب كونت جوجل جميل بعدما قمت بكتابة كونت جوجل سأضغط عليها ثم سأنقر على اسم حسابي الذي سيظهر أو صورة حسابي بعد ذلك سأنقر على جغي فتخ كونت جوجل أو إدارة حسابك على جوجل من خلال الأندرويد تستطيع الدخول إلى الإعدادات وتضغط على صورة ملفك الشخصي وتتبع معي الشرح إدارة حسابك على جوجل إدارة حسابك على جوجل سأنقر عليها بعد ذلك سأتحرك حتى أجد الأمان الأمان سأنقر على الأمان مجموعة من المعلومات تمت إضافتها في السابق في الشروحات السابقة فمثلا تم إثبات ملكية البريد الإلكتروني المخص لاسترداد الحساب تمت إثبات ملكية البريد الإلكتروني لاسترداد الحساب يعني كما رأينا في الشرح الثاني تمت إضافة رقم هاتف تمت إضافة رقم هاتف لاسترداد الحساب التحقق بخطوتين التحقق بخطوتين غير مفعالة غير مفعالة سأنقر عليها جار التحميل بعد ذلك ستظهر لنا هذه النافذة دعونا نقرأ ما جاء فيها التحقق بخطوتين حماية حسابك باستخدام ميزات التحقق بخطوتين يمكنك منع المخترقين من الوصول إلى حسابك من خلال استخدام طباق حماية إضافية ميزات التحقق بخطوتين في التأكد من حماية معلوماتك الشخصية والحفظ على خصوصيتها وأمانها الحفظ على الأمان بسهولة بالإضافة إلى كلمة مرورك يمكنك استخدام ميزة التحقق بخطوتين لجميع حساباتك إن ميزات التحقق بخطوتين هي طريقة تم إثبات فعاليتها في منع الهجمات الإلكترونية المنتشرة على نطاق واسع البدء جميل بعد قراءة كل هذه الرسائل تضغط على البدء مباشرة ربما سيطلب مني كتابة كلمة سر إدخال كلمة المرور إدخال كلمة المرور كما قلنا سابقا ضغطت على البدء وطلبوا مني إدخال كلمة المرور سأقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بهذا البريد الإلكتروني بعد قيامي بكتابة كلمة سر الخاصة بالبريد الإلكتروني سأضغط على التالي إدخال رقم الهاتف بعد ذلك ستظهر لك هذه النفذة وسيظهر لك الرقم الهاتفي الذي قمت بإنشاء به الحساب أو قمت بإضافته كرقم احتياطي لاسترداد ضياع الحساب سيسألك أن تكتبه في هذا المكان من أجل تفعيل ميزة التحقق بخطوتين عن طريق رقم الهاتف كذلك عندما ستتحرك إلى هذا المكان ما الطريقة التي تريد الحصول على الرموز من خلالها رسالة نصية جميل هنا يسألك ما هي الطريقة التي تريد أن يرسل إليك الرمز التأكيد هل عن طريق رسالة نصية أم عن طريق مكالمة أنا دائما أتركها في رسالة نصية حتى إذا توصلت بالرسالة النصية أستطيع كتابة ذلك الكود بكل أريحية وبدون سرعة إذن سأضغط على التالي مباشرة أرسلت لي جوجل كود التفعيل على رقم هاتفي والذي قمت بكتابته في هذه الصفحة سأذهب إلى هاتفي وسأحضر الكود من الاسمس الذي توصلت به وسأقوم بكتابته هنا إن شاء الله الكود هو صفر خمسة ثمانية ثمانية سبعة سبعة ستة ستة أربعة أربعة هذا هو الكود أنت أضغط على التالي التحق بخط بعد ذلك ستظهر لنا هذه الصفحة تفعيل بوتون وسيطلب مننا الضغط على تفعيل ميزة التحقق بخطوة سأضغط على تفعيل وسنمتدر وكما ترى أخي الفاضل التحقق بخطوتين تم تفعيل التحقق منذ سفر تسعة سفر ثمانية الفانية واثنان وبالتاريخ واليوم والشهر الذي قمنا بتفعيل فيه ميزة التحقق بخطوتين بوتون إيقاف وهنا الضغط على إيقاف إذا كنت تريد إلغاء تفعيل التحقق بخطوتين الخطوات الثانية المتاحة الخطوات الثانية المتاحة يساعد استخدام خطوة ثانية بعد إدخال كلمة المرور على إثبات أنك أنت من يسجل الدخول هذه المزيد من المعلومات تعنى بمستوى التشدد يمكنك زيادة مستوى التشدد والحفاظ على أمان حسابك لا يستطيع أي شخص الدخول إلى حسابك إلا إذا كنت أنت هو المالك الشرعي للحساب سنتعرف على الطريقة الإضافية ملاحظة ملاحظة في حال سجلت الدخول إلى حسابك على جوجل من أي هاتف مؤهل ستتم إضافة رسائل مطالبة من جوجل في حالة إذا كنت تريد أن تشجل دخولك إلى بريدك الإلكتروني من جهاز مختلف غير معروف لدى جوجل سترسل لك جوجل ربما رسالة SMS أو رسالة على البريد الإلكتروني الإحتياطي والذي من خلاله ستستطيع إثبات صحة ملكية هويتك لهذا الحساب كطريقة أخرى للتحقق بخطوتين كطريقة أخرى للتحقق بخطوتين وأيضا ستطالبك بالموافقة على ميزة التحقق بخطوتين حينما ترغب في الدخول إلى حسابك من جهاز غير معروف رسالة صوتية أو نصية ثلقائي بتوهدي المزيد من التفاصيل هنا تخبرك جوجل بالاختيار فعندما تحاول الدخول إلى حسابك على جوجل هل تريد التوصل عن طريق الهاتف برسالة نصية أو عن طريق مكالمة أنا سأقوم بتوسيع هذه القائمة من أجل اختيار رسالة نصية يتم إرسال رموز التحقق عبر رسالة نصية يتم إرسال رموز التحقق عبر رسالة نصية جميل يا إدارة هنا تضغط على إدارة من أجل اضافة رقم هاتف احتياط آخر بجانب هذا الرقم أو يمكنك التعديل هذا الرقم أو حدفه إضافة المزيد من الخطوات الثانية لإثبات هويتك هنا يمكنك إضافة مزيد من الخطوات الثانية لإثبات هويتك إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك إعداد خطوات احتياطية إضافية للتمكن من تسجيل الدخول حتى في حال عدم توفر الخيارات الأخرى يعني إذا قمت بإضافة هذه الخيارات الإضافية المقترحة ففي حالة إذا نسيت البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو لا تستطيع الدخول إلى حسابك يمكنك الاستعانة بهذه الخيارات الإضافية الأخرى من أجل تسجيل الدخول إلى حسابك فمن أجل امتلاق قناتك على يوتيوب والحفاظ عليها يجب أن تكون قد أمنت حسابك على جوجل بالشكل الصحيح الرموز الاحتياطية هنا تدعوك جوجل بين خيارين أن تحفظ الرموز الاحتياطية في جهازك عبر ملف PDF أو Blocknot أو TXT أو تتيح لك رموز المرور القابلة للطباعة والمستخدمة لمرة واحدة إمكانية تسجيل الدخول عندما تكون بعيدا عن هاتفك على سبيل المثال عندما تكون مسافرا بعيدا عن هاتفك أو تكون مسافرا يعني في حالة إذا نسيت كلمة سر ونسيت رقم الهاتف يمكنك الاستعانة بمجموعة من الرموز تكون تلك الرموز الاحتياطية تكون محفوظة في جهازك الكمبيوتر أو في هاتفك أو في مكان ما آمن لا يستطيع الوصول إليها أي شخص تستطيع استعمال أحد الرموز منها ويتم فتح لك خيار تعديل كلمة سر جديدة والدخول من جديد إلى حسابك هنا إدارة هنا إدارة من أجل الحصول على ملف الرموز الاحتياطية ربما هنا رسائل المطالبة من جوجل سنرى ماذا يقصد بها تلقي رسائل المطالبة من جوجل ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل من هاتفك من أجل تفعيل هذه الميزة المطالبة بجوجل في حالة إذا سجل شخص ما الدخول إلى حسابك بدون علمك تأتيك رسالة عن طريق هاتفك تخبرك بأن الشخص يحاول تشجيل الدخول من ويندوز أو أندرويد أو آيفون وكذلك يستعرض معك المكان بالضبط مثلاً الدار بيضاء طنجة العراق تونس من أي مكان يحاول تشجيل الدخول أو مجهول بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك على جهاز جديد سترسل جوجل رسالة مطالبة إلى كل هاتف سجلة الدخول إلى حسابك عليه انقري على أي رسالة منها للتأكيد في حالة توثلك بتلك الرسالة ستظهر لك نافذة تختار منها موافق أو رفض وفي حالة إذا ضغطت على موافق ستطالبك جوجل بالضغط على الكود الذي يظهر عند الشخص الذي يحاول تشجيل الدخول إذا لم تكن على علم بالكود الذي سيظهر عند الشخص الذي يحاول تشجيل الدخول فجوجل ستعتبرك شخصاً متطفلاً على الحساب وستقوم بحضرك وربما ستقوم بحضر الحساب بشكل مؤقت إلى أن تتم إثبات ملكيته من طرف المالك الأصلي دخولك غير مسجل حالياً على أي أجهزة تتيح تلقي رسائل مطالبة جميل بما أنني حساب جديد وأنشأته للتوفى جوجل تخبرني بأنني غير مسجل دخولي على أي جهاز جديد فقط جهازي الوحيد هو جهاز الكمبيوتر يا إدارة هنا إدارة يمكنني إدارة هذه المعلومات هنا تطبيق إدانتيكاتور يعني هذا التطبيق تحيله جوجل عليك يمكنك تثبيته في جوجل بلاي ستور ومن خلاله يعني تطيع تأكيد هويتك من خلال هذا التطبيق يمكنك استخدام تطبيق جوجل أوتانتيكاتور للحصول على رموز إثبات الهوية بدون أي رسوم حتى عندما يكون هاتفك غير متصل بالإنترنيت جميل يتوفر التطبيق لأجهزة اندواء وآيفون جميل جدا في حالة إذا لم تريد تحميل ذلك الملف الذي يحتوي على أكواد تستطيع تثبيت هذا التطبيق وتفعيله بحسابك وفي حالة إذا نسيت الأكواد تستطيع الحصول على الأكواد من خلال هذا التطبيق الذي يتوفر للآيفون وللآندرويد يمكنك كتابة هذا الاسم أوتانتيكاتور أوتانتيكاتور وإذا أردت مزيد من المعلومات اضغط على إدارة مفتاح الأمان هنا مفتاح الأمان مفتاح الأمان يقصد به إخواني في الله هو عندما تكون في هاتفك بصمة أو كود في حالة إذا كنت تريد تشجيل الدخول إلى حسابك يجب عليك أولاً يعني الموافقة على فتح هاتفك بالبصمة أو بالكود حتى تظهر لك الرسالة التي ذكرناها أعلى إن مفتاح الأمان هو طريقة التحقق التي تتيح لك تسجيل الدخول بأمان يمكن تضمين مفتاح الأمان هذه في هاتفك جميل أو استخدامها من خلال البولوتوث أو توصيلها مباشرة بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر ويمكنك أيضاً إثبات هويتك حتى عن طريق مدخل USB مثلاً عندك كارت ميموري أو USB قمت يعني بإضافة الرمز الخاص بالبصمة بك عن طريق USB بيمكنك إثبات هويتك عن طريقها الأجهزة التي لا تحتاج إلى خطوة ثانية الأجهزة التي لا تحتاج إلى خطوة ثانية بيمكنك تخطي الخطوة الثانية على الأجهزة التي تثق بها مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي مثلاً يقول لك الأجهزة التي لا تحتاج خطوة ثانية هي الأجهزة التي هي من ملكك الأصلي مثلا هاتفك الشخصي أو جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الآيفون الشخصي فقط ابطال حالة الثقة من أي أجهزة تتخطى عملية التحقق بخطوتين هنا يقول لك إذا أردت تشجيل خروجك من كل الأجهزة التي شجلت دخولك إليها سابقا ابطال الكل ابطال الكل بالضغط على ابطال الكل فأنت تشجل الخروج من جميع الأجهزة وهكذا ودليك كما ترى صديقي وصلنا إلى نهاية الفيديو ووصلنا إلى نهاية إعداد حساب جوجل بشكل اخترافي أنت يمكنك إتمام الخطوات بالحرف الواحد ولا تخطأ في أي شيء وإذا اضطررت أعيد مشاهدة الفيديو مرة وثانيا وثالثا ورابعا حتى تتمكن من ضبط الخطوات إن شاء الله وإذا كنت شخصا يعني فضوليا من ناحية الإفادة أدخل إلى إدارة أو أدخل إلى مزيد من المعلومات لتقرأ وتطلع على المزيد من التفاصيل على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في فيديو القادم الفيديو الرابع من هذه السلسلة سنتطرق فيه إلى كيفية إنشاء قناة والبدء في إعدادها بإذن الله تعالى ترقبونا قريبا إن شاء الله كونوا في الموعد تقبلوا تحياتي تحيات أحمد خلوق مهدي مدواني وكذلك تحيات أيوب المساق عصام أحمد خلوق أختنا أمال وكل طاقم تبادل المعلومات التقنية يحييكم بتحياتي الإسلام كل التوفيق للجميع وتحياتي اشتركوا في القناة